أهلا بكم وجزء جديد من النصاق هنجاوب النهاردة على سؤال طرح بشكل كبير أنه أحياناً بيكون المصاب بينزف من الفم أو بيكون فيه قيء أو إفرازات كتيرة أو أنا مش عارف أن أنا أعمل ومش موجود عندي الحواجز زي الماسك أو الفيس شيلد فبينطرح هنا السؤال يا طرح هتصرف إزاي؟ هل كده مبرر أن أنا معملش CPR أو معملش إنعاش قلب ورقة للشخص ده؟ في الحقيقة معتقدش أن ضميرك أنت هيسمح لك أنك تبقى شايف شخص القلب عنده توقف وبإيدك أنك تساعده وما تقدرش تساعده عشان كده أفكرك أن بإيدك بس أنت تقدر تساعده إزاي؟ جمعية القلب الأمريكية في سنة 2014 طلعوا نصيحة وتوصية جديدة أن إحنا بالأيدي فقط ممكن نكتفي بأن إحنا نعمل يعني نكتفي بالضغطات على الصدر ونعيد تشغيل القلب بيها ونفضل مشغلينه لغاية وصول الإسعاف أو غيرها من الحاجات اللي إحنا قلنا هنتوقف إمتى في الـ CPR يعني بفكر حضراتك تاني أن أنا ممكن بدون معمل ماوس تو ماوس بريدنج بدون معمل قبلة الحياة أو تنفس عن طريق الفم أكتفي فقط بالضغطات اللي بعملها على القلب بالشكل ده فبعيد تشغيل القلب بشكل مظبوط من غير معمل ماوس تو ماوس بريدنج قد تكون دي فيها الحياة أو فيها إحياء للشخص ده من أول وجديد فحافظ على القصة دي ما عندكش دلوقتي حجة حتى لو معاكش الماسك ومعاكش البريير أنت تقدر تساعد وتقدر تعمل CPR بس بإنك تعمل ضغطات على الصدر بشكل كويس موسيقى